شوفي الصورة هذه. شوفي. طالب طالب. لا. أنا راح أنجح مجال الزياب. مثل ما نجحت مجال لأكل. صاحبة المشغل مستانسة على الصور. مبروك. الله يبارك فيك. ماذا دعوة باسمك؟ مبروك؟ مبروك؟ يعني كل الناس تشجعني وتدعمني. أنت منا وريت صورة. يعني إلا تثبتي لي أن أنت مو مهتمة. لماذا؟ لأن لاعت شابتي. مليت. ما عندنا موضوع غير صورك والإضاءات والخرابط. تكفى. صورك زينة صح. لكن كم صور عندنا بالكويت؟ يعني شنو الشي اللي ديدي اللي أنت بتسوي. الله غريبة. زوجتي وأقرب الناس لي. تدعمني وتشجعني وتوقف معي. كل ما أصولف معها تدقرني. يعني أروح أصولف مع من هنا. مو أنت سوي شي يسوى عشان يعجبني. عشان أشجعك. يعني أنا عمري ما أصول شي يسوى. وشي كبير بعينتك يعني؟ ناصر واللي عافيك. كمل غداك. ترمو يا هال. نحن على السوالف والدراما والأكشنات. كبرنا. شبعت؟ شبعت؟ شي يوم. سوي لي معاش لأنه حدي يعون. شنو ما تعشيت؟ أين تعشيت؟ طولت بجلسة التصوير. ونسيت آكل. إن شاء الله. ناصر؟ هلا. بقول لك شي. يعني أدري أننا الآن آخر الشهر. بس صراحة في قلب عاجبني وبخاطر أشتري. مو غالي واي. 150 دينار. يعني إذا باقي شي من معاشر كتقدر تعطيني؟ يوجي. ما هذا من ويلة؟ هذا المية وخمسين دينار. جلسة تصوير الدراري. الصور اللي اليوم قاعد أورج يوم مهتميت لهم. تصوير الدراري قسناة الله موسيقى أنا أحبك وأمك وأنا أحبك ماشيوم متى آخر مرة قلت لي أحبك؟ والله شكلك متأثر بالفيلم نزل ناصر غيره، شنو هذا؟ يعني حط شيء فيه أكشن الواحد يندمج أنا أحب الفلامي قديمة لأن الرومانسية اللي فيها بسيطة حين هادية قصيدة حلو لما الواحد يقول لك أحبك واللهان عليك شكلك اليوم حلو أمدح شكلك أمدح شكلك أمدح شكلك أن هذا الكلام مؤهل اللي يعطي الطاقة الطاقة أحبي الشخص أنه يقدر يعيش الحب الحياة وهو مرتاحة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 قالوا ان الجوع كافر واذا الاكل توفر سهل انك تشبع بطنك تاكل وينتهي القلم اللي في معدتك